المشكلة الأصلية بين السنة والشيعة في الإمامة يتمحور ضمن ما يين خلوا ذهنكم يام أن 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 للمرة الثالثة السنة باختلاف اتجاهاتهم ومذاهبهم قبلوا بل قطعوا أن الإمامة لم يأتي فيها شيء بعد رسوله لا قرآنيا ولا روائية أبدا لم يأتي إذن أعزائي كيف نفهم نظرية الإمامة قالوا نفهم نظرية الإمامة من خلال الواقع هذا الذي وقعه هو الذي أراده الله تعالى خلي ذهنك يامي يعني أدلة السنة كلها قائمة على دليل بعد الوقوع لا الدليل قبل ماذا قبل الوقوع تريد أضرب لك أمثلة خلي ذهنك أمثلة قالوا أن الإمامة هل تنعقد بأهل الحل والعقد أو لا تنعقد سؤال واقعا إمام يعني إمامة المسلمين ولاية أمر المسلمين يعني وأولي الأمر منكم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم حتى يكون مصداقا لقوله أولي الأمر منكم هل تنعقد بأهل الحل والعقد أو لا تنعقد قالوا نعم تنعقد قالوا بأي دليل قالوا ما حدث في سقيفة بني ساعد إذن سقيفة بني ساعد صار ماذا سقيفة بني ساعد دليل واقع واقع ولكن صار هذا الواقع دليلا للحكم الشرعي هذا اللي أنا أعبر عنها دليل بعد الوقوع ما قدر قدرت أوصل المطلب إلى الأعزاء ولا السؤال هل تنعقد البيعة بالإمامة بشخص واحد بشخص واحد واحد بس واحد قالوا نعم شون متى العقل يا بأ وين يا أخي وين رسول الله قال الله قال يقول لا ما يحتاج لا الله ولا رسول الله عمر قال لأبي بكر مد يدك لو بايعك مده وصار غليفة أنت تلقى تريد دليل أقوى من هذا الدليل بعد وهكذا أعزائي تعالوا في نصبي أبي بكر لعمار وهكذا في نصبي ماذا في نصبي عمر لماذا للشورى السقيفة الثانية أنا أصلح عليها للشورى السوداسية وهي السقيفة الثانية واقعا وهي أخطر من السقيفة الأولى لأنه هيأت الأرضية للخط الأموي خطوات إلى أن يأتي إلى ماذا إلى السلطة هذا ما كان مهيئ ما كان مهيئ في السقيفة الأولى أن الأمويين يأتون إلى السلطة نعم كل اللي يقدروا الأمويون يأتون إلى السلطة فيه أنهم حصلوا ولاية ماذا ولاية الشام فقط أما أكثر من ذلك ما قدروا أما في السقيفة الثانية ماذا حصل جاءتهم الخلافة عند ذلك ولذا عبد الله محمد عبد الله دراز العلايل عبد الله العلايل مولانا اللي هو من كبار أعلام السنة ومن محققيهم يقول أنا ما عندي ما استطاعت أن أجمع القرائن ولكن لا أشك أن الأمويين هم الذين قتلوا عثمان لأن الأرضية هيئت للانتقال إلى معاوي يعني هم قبلوه هيئوه رشحوه للسلطة إلى أن ماذا استلم السلطة في هل كم سنة التي كانوا كانوا ضعيفا استطاعوا أن يحيطوا بكل من مروان من 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 ردج أجيب الأسماء وإنت اقرأها في نهج البلاغة يقول له أمير من سلام الله لعثمان لا تكن لمروان يسوقك كيفما يريد فالتعبير كذا عنده يقول له بيك آخر منت خليفة أنت الآن إليك سلطة أنت كذا ليه جناء بالأول ما لك كل شيء بيديه ولكنه كانت مدروسة خطة كاملة ولذا هماتي أنا بيني وبين الله اللي مم كانوا مخططين إلى اللؤمويين أنه كان يتصورون بأن القضية مباشرة بعد معاوية بعد عثمان تنتقل إلما إلى معاوية فمن باب القدر إلما إجتي إجتي العلي قالوا جيد جدا علي هماتي أنا إحنا رجي نسوي له أربع ثلاث سنوات وثمانة شهر إلى أربع سنوات سوى له كم حروب مولان ثلاث حروب إذن قدر يسوي شيء لو ما قدر مولان والله حتى صلاة التراويح أما قدر يبدل فضلا عن غيرها وانتقلت مباشرة إلما إلى الأمويين وحكم الأمويون وهم حاكمون إلى يوم نهار وآثارهم أمامكم الآن قضية حجر بن عدي بيني وبين الله هذه انتقام ممن هذا انتقام من معارضة حجر لمعاوية حجر لمعاوية اللعب مولانا أيها التاريخ هذا هذا سنن تاريخية على إله والأعزاء خلي ذهنة كم إذن الواقع السني انطلق أقول النظرية السنية انطلقت من الواقع لتأسيس نظرية جنو الإمام ولذا تجد الآن الموروث يعدم الإمامة تكون بالوراثة بأي دليل بأي دليل يقولون لأن صحابي خالوا المؤمنين معاوية والرئيس وعلان كتب دراسات تكتب لإثبات أنه التوريث كان جنو شرعية لحفظ وحدة المسلمين ومصلحة المسلمين وعلان نظريات التوريث اللي موجودة عندنا ايضا قائمة عليها نظرية على النظرية التي أسس لها البيت الأموي والإسلام الأموي إذن أعزائي في جملة واحدة أن النظرية السنية في الإمامة ما هي أبعادها ما هي محاورها ما هي أركانها ما هو الجواب ما هو الجواب اقرأ التاريخ بعد رسول الله تكتشف نظري محور بعد جنو بعد محور